يقاع لما وجهتنا شاء تكونوا بخير يا ربي شاء تكونوا في فورما شاء تكونوا خاضرين الويكان بيش تعدى ويكان مزيين وانا دي ما نقول لانو يتعدى لي ويكان مزيين ولا ليه قرار من عندي انا انا نقرر ان يكون ويكان دي مزيين فنعمل ما بيوسعي بش يكون محلاه نبرمج حاجة مزيينة نطيب حاجة مزيينة نتلم لما مزيينة نضحك من قلبي وقال لا انا نسكر على روحي وقال لا انا تلقاني شوية هكا معناتها مركز أكثر على الحاجة السلبية أكثر من الحاجة الإيجابية. أنا نعمل عليكم مش أنتم في الويكان تتركزوا أكثر على الإيجابي تتفرهدوا أكثر وتلموا برشا إيجابي الوسط الجمعة ووقت الخدمة ووقت المشي والجاية وزي الصغار وجيب الصغار وإلى آخره. دونك برشا صحة لكم برشا فرحة زادة في دياركم. نحكيوا على موضوع نقولوا أحنا تأخر الإنجاب هو دكتور أحمد صغيري قلي بلاي يركز أكثر على كلمة تأخر الإنجاب خلينا نكونوا إيجابيين أكثر دونك بلا مش أسمع كلاموين الحقيقة نركزوا أكثر على تأخر الإنجاب ونشوفوا شون أسباب تأخر الإنجاب وشون الحلول خاصة أنو نركزوا أكثر على الحلول دكتور أحمد الله صغيري مختص في أمراض النساء ومختزة في العقم. نحنا نقولوا المساعدة على الإنجاب. المساعدة كلمة العقم ما نستعملوه. برشا خاطر تحسها شوية تتوخر بك التالي صحيح معقول برش كلامك صحيح دونك دكتورها بش نبدأ كيما بالضبط كيما كنت توري فيها كيما كنت كيما كنا تويكا نحكيو في الأوف خطر لابريزنتيشوني عندك الحقيقة مزينا برشا ودايغ الباج متاعك دكتور أحمد اللاسخيري كي تدخل لها تلقى إجابات على كل شي وسمباتيك برشا لكلها سوفو غمدو ديسان وكل دونك تقرب المفاهيم أكثر وحتى لما كانش بش يركز و بش يفهم يفهم خطر المعلومة سهلة كيما بالضبط المعلومات اللي قاعد تبعث فيهم رسائل إيجابية اللي قاعد تبعث فيهم على الباج إن شاء الله بش نبعثوهم اليوم زادة في الإيذاءة الوطنية التونسية اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يجيبوا صغيرات اللي متوحشين يجيبوا صغيرات كمساجلوا لينيساء قبل أن ندخلوا في التفاصيل الكل للناس هذوما اللي يقول لك متوحش نجيب صغار أيست فديت شنو تقول لهم دكتور أنا ماذا بيه نقعد ديما إيجابيين ونقول راه الحلول ممكنة في أكثرية الحالات النجم يقول لهم راه ما تطولوش يسر كان عندكم حاجة مقلقتكم في بدانكم عديوا امشيوا شوفوا طبيب مختص وبقدة ربي يعونكم معناها بيهي ما نحبش نحرجك في الإحصائيات خطر ساعات متبداش الإحصائيات محينة وكل أما بسيفة عامة دكتور معناها الكوبل اللي يجيك هو متقلق من تأخر الإنجاب بسيفة عامة الحلول موجودة في تونس معناها أكثرية هم يخرجوا لذين ولا ليه والله كما قلت أنت الإحصائيات راه ما دا بينا نحكيه اليوم حاجات عامة عن ناس كل مش معناتها على الكوبل اللي يجيك هوا راه اليوم كوبل على ستة يعديوا على تأخر الإنجاب ما هنت تتصور أنت تقريبا من 15-20% من الناس اللي عرصوا وبعد راهوا يفرق فيهم فما يكون عرصة الشهر اللي فات ويجيك بعد شهر تقول لك مزيت ما حبلتش مش مش تطلع نفس السيتياتيون اللي تلقاهم عندهم ثلاثة سنين معرسين وحاولوا برشة محاولات مع أنت الصعوبة متاع شنو المرض وشنو الموجود تفرق بالطبيعة فما ناس ما يعرفوش معتها تكفي تعطيهم نصائح وتتحسن أمورهم وفما ناس بالطبيعة يحتاجوا العلاج جدي أكثر من هكا النفسية تخدم برشة معاكم دكتورة آه على الأخر نفسية على الأخر تخدم وفي البلدان الأوروبية نطلبو كونسلتاشون شيان بسيكولوج يعدي عند معنة النفسين بيش ينجم يعاون الكوبل بيش يتغلب على حكاية هذه وحتى في تونس إذا كان ينجم ويقدر معنة علش لي معنة وهو يلقى في الحلول وهو قاعد يتلقى في العلاج وهو قاعد ينطبق في النصائح علش لي ما يكونش معنى بيانا كومباني يكون معا تبيبو معنى معا جينيكولوج ويكون زادة معا للبسيكولوج أو للبسيكاتر معنى إذا سلزم الأمر هذي هيت خلنا بدأ وخلنا دخلوا دكتور في موضوعنا اليوم بتفاصيل أكثر قلت لي فما فرق بين العقم وبين تأخر الإنجاب فسؤالي هو وقت شو نقوله تأخر إنجاب ووقت شو نقوله عقم هو نترجم ديما للغة الفرنسية خطر هكا ستنسين أكثر العقم اللي هو ستيريليتي ماذا بينا نحكيو عليه بعد ما يعيشوا مع بعضهم نقوله عشرين عام وكبر عمر المرأة وتقدم السن ومعاش بشي جي بصغير فالحالات الأخرى الكل اللي نحنا بش نحكيو عليه ماذا بينا نحكيو على تأخر الإنجاب جمعناتها معناتها معارسين وعندهم علاقات جنسية بانتظام كان مسارتش حباله بعد عام ماذا بيها تمشيت عندي بعد عام بعد عام كان اللي عمر المرأة صغير كان اللي عمر المرأة يفوت لخمسة وثلاثين سنة ماذا بينا ما نفوتوش الستة شهور بيه أنا حبيتنا نركز مع الناس اللي تسمع فينا تاويك على زوز معناها دود جوغة يعطيتهم انتي تاوي بعد عشرين عام وانتو ما تعيشوا مبعاثكم زوج وزوجة وما جبتوش الصغار وقتا نجمو قولو عقم بعد عام من العرس وانتي ما جبتش صغار وقتا نقولو تأخر عليك الانجاب وبرا شوفت بيب عمرك كبير بعد ستة شهر تمشي تشوفت بيب نوك ستخيس متعجي بين الصغار مش لازم نمدوه دود سويت بخوذ راح هكا نعرفها مشكون يدفجع ومش شر اللور نعرفها الحكاية خطر تبركلم عن انت هالأم والأحمايد دو مش مقصرين الحقيقة والعائلة بسفة عامة دو مش مقصرة يا وقتيش هيا نفرحوا بيكم والعائلة تدخل برشا فيتو نصلا زي ما لتوه دكتور من عش نتبع أكثر مني نتوه والله لتوه معف الحكاية هذي يدخل خطر حتى صحابك اللي يعرضوك يقول لك اش عملت اي واح اكلا عملت دي كتكس بالذنب انت دي جاه وش علي كونكوري يجب تربح فيه اي 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 وان دي غي ما انت تو تو وليه ويجب ترديهم هما وقت لي انت يجب تردي روحك الحقيقة انا نعرف بوكو تكوب ليقول لك ماينيشني مزروب خليني ساعة نفهم مرتي ومرا تفهم رجلها وكما قلت انت نتعاشروا الساعة وتكون عشرتنا طيبة ونعملوا ام تي بي جي ونشبعوا هكا بحياتنا وبعده بعام بعاميني جي صغير ماهوش مشكلة وفهم لي تحت تأثير الضغط يقول لك يا اخويا نجيب صغير لوليني بعده من حيات ثاني ستباق غاب وصايرة برشة هذي يقعد صغير لوليني معناها سبعة سنين وثمانية سنين واحده الهني دكتور فهمنا دي ما شنو الفرق بين استغلية العقم وشنو الفرق بين تأخر الانجاب ننكزوا على تأخر الانجاب دكتور ونشوفوا في العادة شكون السبب في تأخر الانجاب وشنية الأسباب متع تأخر الانجاب ولا ماذا بينا ما ننساوش انه تأخر الانجاب ينجم يكون جاي من الراجل ينجم يكون جاي من المرأة فهمة اللي هي الراجل المرأة في نفس الوقت وفهمة الحالات اللي ما نعرفو فيهم حد شي ما نعملو تحاليل للكل ونقولو تأخر الانجاب بدون سبب واضح هذا كل بشن قولو راهو ما ننساوش الراجل خطر شنو يسير المرأة تعدي عن طبيب نساه والراجل دي ما ننساوه وماذا بينا نذكر وانه الراجل حاضر وانه بشنجيبه صغير يلزم لقاء رجل ومرأة والعقلية العربية بصفة عامة والشرقية زيدة بالنسبة ليهم انت الراجل عيب انه زيدا يمشي تبع الحمد لله نتصور الأمور تحسنة برشا أنا نتخيل فما تحسن أنا نتخيل فما الصعوبات صحيحة ما فما تحسن أصعب أنه يكون سبب جيم المرأة ولا أنه يكون سبب جيم الراجل ولا أنه يكون سبب جيم الزوز أصعب الحالات اللي تبعوها أصعب الحالات نفسانيا كما حكينا بكري على العائلة العائلة ما تقبلش كي يبدأ المشكلة من الراجل ما نعرش فما حتى يكون يوصلوا المشكلة من الراجل وهما يخبيوا ويقولوا راهي المشكلة في المرأة وكي ربي يرزقهم فمتا باقي يقعدوا يخبيوا المعلومة هذه ما يوصلوا هاش وفي كل حالات أن يظل الملف يقعد الدوسية يقعد حاجة أنتيم متاع الكوبل ما نحكيوش فيه برشا معناتها زي تحكي مع أمها وحماتها على التحاليل المتاحة تحكي مع طبيبها تحكي مع رجلها وتفغدك ودعونا والله من ما فهمتش هذي كثرة التفاصيل معناها ما بينات بعضنا في العائلات كثرة التفاصيل لدرجة الدخول في حياة الخاصة أعليش شنو المنفع منه ماناك كان أنا أعطيتك تفاصيلي بيش بيش نفعك وانتي كان أعطيتني تفاصيلك التفاصيل متاع التفاصيل بيش بيش تنفعني وشنو البنة في الحياة كنتي بدأ الكوارت الكل مفروشة ما فهمتش هنا ما أنت يظهر لي به شوية هاكا شوية ستر شوية ستر ومطلوب حتى في ديننا يقول لك أسطر أسطر ما استرار ربي مش لازم كل شي نستعلم به وزيدة أنت زيدة مش لازم دخل خشمك في كل شي الحقيقة زيدة احنا مانتها لا أنا نعطيك تفاصيلي الكل ولا أنت زيدة تبدأ ماشي جاي تدخل في خشمك هذي شبهة هذي علاش بيكم التوى على عملت هذي هكا علاش خوية عملت كي ما عملت هنا عملت كي مريت هنا دونك نتصور إذا كنوصلوا لسن الزواج مانت برك الله زوز راشدين سيبوهم سيبوهم نجيو للأسباب اللي تهم المرأة دكتور بعد إذنك ثم الأسباب اللي تهم رجل ثم الأسباب اللي تنجم تجمع مبينتهم زوز الأسباب اللي تهم المرأة أحنا بشي يصير حمل يلزم عدة شروط معناتها يلزم تصير العلاقات الجنسية والحيوانات المنوية يلزمها توصل للرحم وبعد تهزث نيتها في وسط القنوات حتى تخلط البويضة والبويضة يزي ما تخدم معناتها فما أوفولاسيون تصير كل شهر وبعد ما يصير التلقيح ترجع البويضة للرحم وتصير لحبال معناتها تتخيل كان فما مشكلة في أي خطوة من الخطوات هذه راه يصير تعطيل في الحمل معناتها للمرأة وكان عندها في الرحم منتحها تشوه ولا عندها ورمليفي في برام ولا عندها التساقات هذا كل بشي يعطي لحبال بالنسبة القنوات كان فما انقطاع في القنوات ولا التساقات نجم تكون عاملة عمليات نجم تكون عاملة جرثومة زادة كيف كيف بالنسبة للمبيض عنا الأكثرية نحكيه على تكايس المبيض اللي هو مرض شائع يعطي تأخر الإنجاب وفهمش كون المبيضة متاحة ما تخدمش مليحة بالنسبة للرجل ما انت الحيونات المنوية اللي تخلط يلزمها كرة الشروط يلزم تكون عندها عدد كافي وحركية كافية والشكل متاحهم يبدأ عادي نقص في الحيونات المنوية نقص في الحيونات المنوية الساعة للطبيب بش تعمل خطوة الأولى الساعة فما تأخر الإنجاب وفات العامل اللي قلنا عليه خطوة ثانية بش نعملوا التحاليل اللازمة نعملوا التحاليل للرجل اللي هو التحليل الساق المنوي وللمرأة تعمل التحاليل متاحها معانتا فما تحليل دم متاع الهرمونات وتعمل ليكوغرافية الكشف بالصداية وفما تصويرها نعملوها متاع القنوات عملنا هذا الكل وعرفنا شعرنا المشاكل من غادي نجمو نعرفو اسكوكان فما مشكلة يزمها كما نقولو نقص نعملو لقص عربي ونتعداوه للعلاج اللي هو كما قلنا بكري طفل الأنبوب وكان لقينا الحمل الطبيعي ممكن نقولو هذو ماذا بينا نعاونوهم بشوية بشوية طوى نمشيو لك الدروش الدرجة الأولى نحسنو اللي بداننا متاعنا معنات هالراجل ماذا بيه ينقسم الدخان يعني نقسم القهوة يعمل شوية سبور وياكل هلثي الكحول زادا يذهل والكحول والكحول يكل هلثي ذهول يزدنتو ما فيه يكل هلثي عندكم توسيات معينة دكتور معنا ماذا بيك ماذا بيك انتصور ما انتها فما دي فيتامين معينين خاصة الفيتامين هو ماذا بينا يكون هلثي راو الكل في الكل خطر كانوا ما يكلش بالكل مشكلة معنات يزم الماكلة تكون متزنة بطبيعنا بعده على الكحول احنا الحاجة البيهي في تونس فيتامين او موجود كثرة في زيت الزيتون وموجود برشة في الماكلة متاعنا هي تسمى ريجيم ميديترانيان معنات غزماء 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 بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة واحنا عادة في تونس المشكلة الاولى عن المرأة هي شوي زيادة في الوزن لونك الساعة ننصحوها تضعف شوي تنقص في الوزن تعمل السبور خاطر السبور مهم البرشة حاجات اول حاجة بيش تضعف تاني حاجة بيش تنحالها شوي سترس خاطر المرأة في العادة تخمم ليلو نهار في الموضوع ارا هي بعض بالطبيعة كما الراجل نقول ورايتنا قسم الدخان وذوكم النصائح متاع العادة وكيف كيف حتى هي زيادة الو فيتامين او مهم بالنسبة لها هي زيادة توا تعدينا الخطوة تدوم نتعدى ودرجة لبعض بعد فهم العلاج عن طريقة الادوية خلنا رجع نقف الهنية دكتور في حاجة هو مساج وثبت لي فيك انو مساجي صحيح ولا غالط دكتور منتهى الهنية للكوب اللي يسمع فينا للعائلات اللي يستنوا في صغيرات وما زال ربي ما سهلش راهوا الهنية دجال خطوة لولانية هي انك تشخص شنو اللي عندك انك تمشي للطبيب تفهم روحك تنظم أفكارك ثم الخطوة الثانية اللي هي تبدأ بالنساقح العامة هذه معناتها كسوسوا في حياتك نمط حياتك العادي وقال في حياتك بعد الجنسية مع زوجك ولا في كذا إذا كان تبدأ في النساقح يضوما وطبقهم كي ما يلزم دجارة وشتر العلاج نتصور معناها خطوة كبيرة برشا مش نافية نو بادو ستخيس ما نقولوشي أنا راني واخر طيب وش حبلي ويزمني كذا ويزمني زريقة الفلانية ويزمني باتوت سويت معناه إذا كان تنجم أنتي من هذوما من المراحل لذوما الزوز اليوم أبسط ما فهمها تنجم تمنع بقدة ربي كان نفهماش حاجة أخرى اللي تمنع الحمل تنجم في الخطوات هذوما دجات تحل مشاكلك بلا نوك أنا الحقيقة حبيت أن نوصل هذية للناس اللي تسمع فينا خاطر إحنا في سعن بانيكي وفي سعن معناها سيئ ونسمع من جارتي ونسمع من أمي ونسمع من أحميتي ونخلي تبيب آخر واحد نسمع منه والله جارتي قتلي أنا كي صار علي كيفك عملت هكا وهكا صاحبتي قتلي أنا عملت هكا وهكا الراجل كيف كيف أنا وصحابي قاعدين قالوا لي هكا وهكا وفي اللخر بكل مشي للتبيب يظهر لي المراحل مقلوبة تكون أحلى معناها لو نمشي للتبيب لين يكون خير تولي جروب فيسبوك يعطيه بارشة معلومات اللي مش دي ما صحيحة ولا نمشيه تولي الحلول الأخرى اللي هي معناها طبية 100% طبية 100% معناها افترضنا كان الراجل عنده نقص شوية في الحيوانات المنوية وفي الحركية فما فيتامينات نعطيوها الفيتامينات واللي يحراب بيش يشربها بيش يحسن الحيوانات المنوية بالنسبة للمرأة خاصة كان عندها مشاكل في الإباضة نعطيوها دويات بشي نشطوا البويضات فما حرابش فما زرارة كل واحد شنو اللي يحتاج وفي الحالات هذه دي ما نذكره انه ما تنجمش تاخد الحرابش وحدك وما تخوش الحرابش اللي اخذيتم أختك وصاحبتك وبندخالتك يزمك تعمل المتابعة عنده طبيب على خاطر نفس الدويات نجم واحدة يعمل لها مشاكل والأخرى يعمل لها لحبل واضح وكان هذا كل معناتها فما شكون افترضنا يلزم تدخل جراحي ساعاتنا عفش نقولوا عندها انسيدات في القنوات يزم عملية جراحية بش تصرح القنوات عندها ورمليفي فيبروم يزم تعمل علي عملية هذا كل رهو نعطيوه في حاجات عامة نحكيو ما نعرفوش شكون يلزم عملية شكون لها ايه نتشخيص هو اللي يفصلها هذا هو حنا نحكيوه وفي الحلول الموجودة بصفة عامة دوك ان شاء الله جينا على اللي يلزم على المعلومات العامة مهم انو الكوبل يكون يعرفها ان شاء الله من خلالنا نحنا من خلال الليقاء هذية انا اللي نتمنيه هنا على الناس اللي تسمع فينا وعندهم المشكلة هذية وما تحيرين عليها وقالا ام تحير على بنتها وقالا ابو متحير على بنته ولا على ولده واسمع اليوم الانتغفو هذية والمداخلة هذية معاك دكتور احمد صغيري ان شاء الله يعدلوا شوية نفسية متع صغرهم ويعدلوا شوية نفسية متع رواحهم ان شاء الله نرجعوا الامل فيهم انو راهوا ما فاميش مستحيل ما فاميش impossible وساياه وفتني الوقت الدكتور في اول حديث وحكيه على عشرين سنة فما ناس بعد عشرين سنة رحمة ربي ديما موجودة انتي اعمل اللي عليك انتي رتح روحك انتي اسمع نساقح تبيبك انتي خلي ديما عندك الامل انتي اسعى ما تقفش على السعي ومتعرفاش فنة ساعة متعرفاش شنو السبب وقتاش المشكلة تتحل انا فرحت برشا وانو ديجا برشا ناس بشتلقاوا ولا برشا كوبلويت بشتلقاوا الحل في المراحل الاولى في تشخيص به وفي نمط حياة به سواء كان في تنقيص الميزان ولا اسبارهم ولا غيره ديجا هذية اخبار به برشا ثم الحلول تبركة بعد الحلول الطبيعية هذية اعطيت برشا حلول موجودة في الطب اللي من فضل الله من بعدها هي نلقوا وانتيجا مش شوية سبر برشا سبر وبرشا وسع بيل رب يفرحكم رب يفرح لعائلات التونسية في الموضوع هذي حابيتم قول دكتور احمد السخيري كان ممكن في مرة اخرى ان شاء الله نرجعوا ناخذوا المرأة ومشكل المرأة والحلول الخاصة بالمرأة وحدها ولو ممكن زيدا نرجعوا للرجل وياخذ حتى هو زادباي وحظو في شنو العلاجات اللي موجودة ونبدلوا شوية العقلية وراهوا كيما كان يحكي الدكتور عن بيبي يلزم يكون الأم والبو زوز يسعى من شنو الفيد الأم تسعى تسعى والبو يتفرج مرتاح السيد ما وشوني من يعني يلزم نشير كل راجل لك عليش نعملوا كونسلتاسيون تكوبل ماذا بين الراجل يحضر مع مرتون بش يحس معها نخلي لك الكلمة الاخرانية لك دكتور رحمد أسخيري مختص في تب النساء وتأخر إنجاب هكا ولا ومساعدة إنجاب عدلت به أنا اسمعت الكلم يعطيكم الصحة إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل ينحيوا شوي سترس وإن شاء الله ربي يرزقهم بالذرية الصالحة خاطر كيما قلنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أنا حبيت زيادة نستدعاهم ما يدخلوا على الباج متاعك باش فيسبوك متاعك لدكتور أحمد الأسخيري كيما قلت هنا بالذبط دكتور أحمد الأسخيري تدخلوا وتشوفوا الفيديو كيما قلت تقبيل حاجة سمباتيك على الأخر وسهلة على الأخر ويظهري نجمو يتواصلوا معك دكتور إذا كان عندهم مشكلة أو الحاجة نجمو يبعثو لك على الباج متاعك نجمو يبعثو لك على الباج متاعك نجمو يبعثو على الباج أمام أسئلة عامة طبعا أي كونسلتاسيون باش يكون موضوعنا من بعد هو السينيوزيت ليزدى مع البرد هذية ووقت